شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ شايفين القشتة والجمال والحلاوة بجد حاجة جميلة قوي قوي هتنظف جسمك وهتخلي زي القشتة وبيلمع من النظافة كمان هيخلي الجسم تحفة ورحته بقى هتبقى روعة شايفين؟ شايفين الامر بجد حتة وصفة من اجمل الوصفات اللي ممكن تستخدميها وتعشائيها كده خصوصا وانت بتخدي وقت الشوار يعني حاجة سهلة وبسيطة جدا جدا ومكوناتها تحفة وفيها تفتيح رهيب حاجة هتخليك بجد زي القشتة ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس وشل صحبك عشان كلكم تستفادوا وكلهم يستفادوا ويلا بينا بقى نشوف حتة الوصفة التحفة دي بسرعة يلا بينا بصوا بقى اول حاجة هنا انا معايا صابونة اي صابون او اي نوع انت بتحب تستخدميه عايزة تستخدميها للجسم الكله ممكن تستخدمي دوف ممكن تستخدمي اي نوع صابونة انا هستخدم الصابونة الكبيرة دي هبشرها كلها عشان انا هعمل كمية كبيرة لاني بحطها في ازاست الشوار وببدأ ان انا كلما ااخد شوار بحطها او بستخدمها من الحاجات التحفة جدا هنا انا هبدأ ان انا ابشر الصابونة كلها بصوا عايزة اقول لك ريحتها مفحفحة البيت كله والله يعني تخيلي لما انت تستحمي بيها كده او اه تحطيها على جسمك تفتيح وتوريد للجسم وتوحيد اللون وكمان مفيش بقع مفيش تسببات في الجسم نهائيا انا هنا بشرت الكمية كلها شايفين الصابونة كلها طبعا كل واحدة تعمل كمية اللي تناسبها يعني ممكن تعمل نص صابونة ربع صابونة تجرب الاول بس انا عن نفس عشان بعشاءها بعمل كمية تكون كبيرة عندي لان كلما بتاخد شوار بالكمية يعني جسمك يتعود عليها جسمك بقى يبدأ ان هو اللون يوحد يبقى مفيش بقع مفيش تسببات فيه تفتيح دايما فدا حاجة من الحاجات التحفة بجد جربوها هتدعو لي هنا بقى هحط حوالي اربع كبيات مية سخنة بتغلي اهم حاجة ان المية تكون سخنة بتغلي انا هنا عمالة اعائرة اهو انا حطيت حوالي اربع كبيات مية سخنة ولسه هزود تاني على فكرة يعني انا كده هقول لكم بالتقريب في الاخر زودت قد ايه مية سخنة علشان تعمليها مزبوط هنفضل نقلب فيها بقى خالص كده لحد دما الصابون بصوا يدوب معاك تماما هو بصوا طبعا بيكتل معايا ازاي وبيكالكع شايفين في المضرب فانت حاولي اعود يقلبي كده قبل ما تعملي اي حاجة لازم يكون الصابون بقى زي المية تمام هقلب فيها شوية كده وبعد كده هرجع نكمل شايفين الصابون كده يعتبر داب معايا شايفين المضرب مفهوش صابون ازاي هبدأ ان انا بقى ايه انقلها في حلة او اي حاجة ان انا احطها على النار وهسيبها لحد دما تغلي او الغلوة يعني مثلا تفور بس كده او الغلوة اتأكد ان الصابون اختفى تماما وبعد كده هبدأ ان انا قط في النار انا هنا هقلب لحد دما حس ان الصابون فرمعية تمام انا هنا مش هضيف اي اضافات الا بعد ما شيل الصابون كله من على النار وهبدأ بقى ان انا ارفعه من على النار وهبدأ ان انا اصبه في الطبق بصوا المياه نازلة صافية ما فيهاش اي صابون خالص تمام بصوا كده الصابون معايا داب بسرعة اهم حاجة ويا بنات والخطوة دي مهمة جدا ان انت الصابون يختفي معاك تماما مايبقاش فيها اي تكتلات ودايما تفضلي بتقلبي الموضوع سهل جدا ومش صعب يعني التقليب ده ما خدش معايا مجرد عشر دقايق مش اكتر من كده خلاص انا هنا قلبتهم هسيبها تبرد شوية وبعد كده هرجع اكمل معاكوا بقية الوصفة هنا انا سبتها بردت حوالي ربع ساعة وجيت قلبتها برضو تقليبة عشان اتأكد ان الدنيا تمام هنا كده خلاص اتأكدت وهبدأ ان انا احط اي زيت انت بتحبيه عطري يعني عندك بالياسمين بالورد باللفندر اي نوع زيت يعني عطري عشان يدي ريحة كده للجسم حلوة قوي بعد الشوار فانا حطيت اللوفندر احسن حاجة يعني وفيه عندي كمان زيت اليسمين تحفة بس هو اللي حاليا دلوقتي عندي اللوفندر فحطيت منه معلقة جبيرة وهحط كمان معايا معلقة جبيرة من زيت الورد عشان التفتيح لو عندي بقى اسمرار تحت الابتين اسمرار بين الفخاد اسمرار في الجسم عندي بقع عندي تسبغات عندي كلف حاجات دي كلها بتمهيها تماما مع الاستمرارية وهبدأ كمان احط معايا معلقة من زيت اللامون من كل زيت هتحط معلقة كبيرة هتحط كده يعني معلقة توصي عشان الحاجات دي هتفيدك مع الوقت ان انت تستخدم الوصفة هتفيدك قوي هنا بقى هبدأ اقلب انا عايز اقولك وانا بقلب الريحة مفحفحة علي قصما بالله حاجة كده وهم هنا بقى وده مهم جدا ان انا هحط معلقتين من الجريسلين الجريسلين علشان يرطب الجسم جدا وكمان يديلها ترتيب عالي ويديها تلميع وبيفتح كمان الجريسلين حلوة اول الجسم فانا حطيت معلقتين من زيت الجريسلين هتي اهم حاجة ان يكون خام هيفرق معاك جدا هنا بقى اجيب الخلاط او المضرب اي حاجة انت هتعملي بها يعني اي ان كان واضربيها ضربة كده حلوة لحدا ما يعمل معايا فوه وده مهم جدا وكمان غير كده عشان اضرب كل الزيوت تدخل في كل المكونات في بعضها كده وتأكد ان كل حاجة دخلت في بعضها تمام شايفين بقت زي الامر ازاي وعملت معايا فوم على فكرة انا لسه هضيف كمان اربع كبيات مية سخنة يعني انا على اللي انا عملته ده هضيف كمان اربع كبيات مية سخنة عشان القوام هيبقى كتير وهتعمل معاك كمية ما شاء الله يعني ممكن تعملك ازازة خمسة لتر بجد حلوة اوي انا هعمل معاكو هنا ازازة صغيرة بس عشان هوريكي كده القوام اي ازازة شاور وهبدأ ان انا احط الامع بتاعي وهبدأ ان انا ازل الوصفة بتاعتي فانا هنا هعب الوصفة بتاعتي عشان اوريكي ركزي بقى في القوام بصوا خطيرة خطيرة كصمان بالله انا طبعا عشان التصوير الدنيا مش واضحة بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوريكي هنا انا بعب الازازة طبعا عملت معايا ما شاء الله ازازة خمسة كيلو وشوية يعني هعيش فيها لمجبع وهحط بقى كده ايه براحتي رغاوي بقى او حاجات حلوة اوي هنجربها مع بعض بصوا شايفين هدلعكم بصوا والله العظيم حاجة كده هخلها لكو دلع يعني بصوا هيجب جد حلوة اوي وكمان اه ممكن تعمليها اه يعني ازازة كده صغيرة تبقى على الحوت تخسلي بيها اديكي وكمان اشاور حاجة تحفة تحفة كسما بالله شايفين بصوا انا هوريكي بس الكمية والتقل بصوا شايفين القمر انا بس بحاول اوريكي تحفة بصوا بيليفة بقى مغربية ليفة عادية وادعاكي وشوف الجميل بتنظف الجسم جدا 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 يعني عايز اقولك فوق جدا دي مليون جدا بتنظف الجسم اوي كمان بتخلي ريحته ثابتة معاكي 24 ساعة لان حاطين لفندر لان كمان حاطين زيوت عطرية اللي هي زي مثلا زيت الورد وزيت اللامون كمان دول من الحاجات اللي بتفتحه زيوت طبيعية عايز اقولك الصابون اصلا بينظف الجسم اوي بيخلي الجسم كده ريحته حلوة وكمان بيديلها كده لمعان غير طبيعي طبعا استخدمي صابون يكون مثلا طبي او صابون يكون زي ضف او في زيوت ده افضل بكتير عشان ما ينشفش الجلد لو انت بقى بترطبي وعايزة تستخدمي اي صابون عنديك ما فيش مشكلة يعني بعدها على طول لازم تكون مرتبة جسمي الوصفة سهلة وبسيطة وحلوة اوي وزي ما انتو شايفين بصوا قصما بالله تحفظت ايدي بس شايفين شايفين انا حاسة بالتزييئة باللمعان بالنظافة بجد حلوة اوي يا بنات جربوها بجدها تدعو لي ما تنسوش بقى اللايك وشجعوني باي باي اشتركوا في القناة